الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإنهم أدابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث هذا الحديث الصحيح يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أولويات الدعوة يعني بماذا يبدأ الداعية إلى الله عز وجل وبماذا يدعو الداعية إلى الله عز وجل وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة دي ما شغل بتاعت خيار فقوس والحاجة الآن شايفة سمحة أكلم فوق الناس ما بي فهمك كده الدعوة دي على حسب ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى حسب ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله أول شيء يجب على الداعية أن يبدأ به هو الدعوة إلى التوحيد بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام رغم أن في المتصوفة ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذه الأقسام التلاتة دلد عليها الآيات والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هذه الآية العظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى تضمنت الدلالة على ما يجب على العبد من توحيد لله عز وجل في هذه الأشياء الثلاثة في أنه رب السماوات والأرض وما بينهما وهذا هو توحيد الربوبية أن يعتقد العبد بقلبه ويقر بلسانه ويصدق بجوارحه أن الله عز وجل هو الخالق لما في السماوات وما في الأرض وما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى خالقه وحده لا شريك له وهو المدبر لأمره والمصرف لشؤونه هذا هو توحيد الربوهية ودى ما كانت قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرونه ما كان بيقول في خالق لا السماو والوطى غير الله ولا كان بيقول في خالق غير الله سبحانه وتعالى إلا إننا في هذا الزمان المتأخر الذي ملئ بالضلال وجد في من يدهي الإسلام من يزعم أن غير الله عز وجل يخلق كذلك الضال الزنديق ولا كرامة كل مرة بقوله كل مرة بقوله سمعوها الناس والله ما سمعوها هذا الرجل لا علاقة له بالدين الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد محمد المنتصر لزيرك ده كويس بيقول إن الشيوخ بيخلق مع الله والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء أو في الآية الأخرى من سورة النحل قال الله سبحانه وتعالى في بيان بطلان من يدعو غير الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقال الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكوا فضلا عن أن يخلقوا قطمير اللفافة التي على حصات النواد التي تكون في داخل شنو؟ التمرة ده القطمير ما عندهم كيف يخلق مع الله الشيخ بتاعك أحمد المتصر لزيرك والله سبحانه وتعالى يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يعني لله وحده لا شريك له قدم الجار والمجرور ليفيد ذلك الحصر لكلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل بلقة العرب التي فيها تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله ديل منو ديل الكفار محمد المنتصر الإزاري قال لو في وحده اسمه بخيته خلق الشيخ لو سألتها خلقك منو تقول الشيخ رأيك شنو؟ قال الكلام ده دفاعا عن البرعي الذي قال في كتابي ليك سلام مني قال فيه وتت الفلاتي القلب العود مفهوم وحكى قصة قال فيه واحد دي ليه تده قال له دائرة ليه بت الأو مرتد قال له دائرة بت تخدمني قال تت شاء لساق المريد بتاعه ومشو الغابة وقطع العود وقال للعود بخيتة بخيتة فكانت بخيتة خلق من العود بني آدم قال وتت الفلاتي القلب العود الما بيفهم القلب العود مفهوم بقى بيفهم حمال انتصر لزيرك داري دافع عن العقيدة دي قال الشيخ يخلق مع الله طيب بخيتة دي نحن نتلع عليها قول الله سبحانه وتعالى ولا إن سألتهم من خلقهم تقول منه تقول الله لا تقول الشيخ ده كذب كذب على الله سبحانه وتعالى ليس أحد دون الله عز وجل يخلق مع الله سبحانه وتعالى والشبهة البجيبة إن عيسى ابن مريم كان يخلق من الطين كهيئة الطير فهذا في هذه الشبهة لا تزعفه لأن الله سبحانه وتعالى قال فتكون طيرا بإذن الله والمفسرين الفسر القرآن ابن جرير ابن كثير قالوا معنى يخلق من الطين كهيئة الطير أي يصور يصور دي معناته شنو يعمل لت امثال بطع طيرة زي ما التماثير اللي بعملوها السيدي في البوتيكات دي مش في تمثال بتاع بني آدم دي بسموها صورة ودي محرمة أصلا دي محرمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة دي التقالف في شنو في الزولة اللي بيعمل تمثال وبيصور بالرسم ولا بيعمل تمثال بتاع مخلوق حي فكيف بل الزولة اللي بيدعي أنه بيعمل تمثال وينفق فيه الروح كمان دي للصوفية قالوا كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين الذين يضاهؤون بخلق الله يعملوا لهم يعملوا لهم خلقة زي خلقة الله دي الأكتر ناس عذاب يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله لهم عز وجل في الآخرة أحيوا ما خلقتم الله بجيب لهم الصور الصوروا هذه التماثيل الصوروا هذه يقول لهم انفخوا فيها الروح فيعذبون في جهنم ويقال لهم انفخوا فيها الروح وليس بنافخ يعني يجيبوا المصور يقال له انفخ فيها الروح وليس بنافخ إذا كان دا في التصوير من غير ما تقول إنه بيبقى حي عادين طيب كيف بزولة اللي بيقول أنا بصور وبعد ذاك أبقي حي دا شد ضلالا من المصور الذي يصور مجرد الصورة الشكل فكون عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير يعني يصور صورة الطيرة طيب يعمل شنو بعد ذاك قال فأنفخوا فيه يعني ينفخ في الطير نفخ الواحد دا فيكون طيرا بيشنو بإذن الله طيب دي بإذن الله دي لا عيسى ولا لحقت كل الناس دي لا عيسى المعجزات خاصة بالأنبياء العيات الكبرى كما ذكر لك أخانا محمد خاصة بالأنبياء ما لي كل الناس ولو كانت لكل الناس لاختلط النبي وغير النبي طيب يجينا واحد يقول لنا عيسى ما نبي نقول له نبي الدليل شو نقول كان يخلق من الطين كهيئة الطير وهذا لا يقدر عليه البشر لا يقدر عليه البشر لو قال لا دا ما دليل على إنه نبي وأنا بزاتي بقدر أعمل من الطين كهيئة الطير دا نجاوب عليه كيف ما بكون عندك جواب كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما الله أداهو معجزات يجي محمد المتصر بنفس القياس بتاع بتاع إنه عيسى بيخلق يجيس يقول الشيخ يسرى به ويعرج به الشيخ ينزل للقرآن الشيخ يشق له القمر الشيخ يفعل ويفعل الأشياء التي خص الله عز وجل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طيب نحتج كيف لو جاك نصراني قال لك جيب دليل آية معجزة الله اداها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جيب لينا دليل نقول ليه يا أخيي النبي عليه الصلاة والسلام والسلام أشار إلى القمر وانشق القمر قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر والنبي عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به حيقول لنا لا ده ما دليل لأن الصوفية بيقدروا يعملوا كده وديه ما أنبياء فالآيات والمعجزات أدل على نبوة الأنبياء ما ممكن الدليل الخاص بالنبي يكون ليه ناس ثانين ما أنبياء أصلا ده كلام باطل كلام محمد الصدر الظزيك فالبي أخلق الله سبحانه وتعالى لا شريك له التوحيد التاني توحيد العبادة قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته فاعبده ده أمر بالتوحيد وأمر بالعبادة فأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له والعبادات منها الصوم ومنها الحج ومنها الصدق ومنها الصلاة والركوع والسجود والدعاء والنذر كلها عبادات وكلها لا يجوز لأحد أن يصرفها لأحد دون الله ومن العبادات التي تصرف لغير الله عبادة الدعاء يصرفها أهل التصوف للمشايخ الموتى والأحياء من دون الله سبحانه وتعالى الواحد لو يعتر ما يقول يا الله بيقول يا سيد الحزن وده باطل لأن الله عز وجل قال في القرآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين فقال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فالزول اللي بيدعو غير الله سبحانه وتعالى عبد غير الله قلت يا الحسن عبدت الحسن قلت يا المرغني عبدت المرغني قلت يا المكاشفي عبدت المكاشفي شئت أم أبيت لأن الدعاء عبادة فيه الخضوع لله فيه الذل لله سبحانه وتعالى فيه الاعتقاد بأن الله يسمع كل شيء يقدر على كل شيء لو أنت سألت الحسن المرغني الماء عارف الكباشي غيره ستسألهم و أنت بتعتقد أنهم لا يسمعوا ستسألهم و أنت تعتقد أنهم لا يقدرون ستسألهم ستتألهم ستعتقد أنهم لا يعلموا بيت عليك بيئess لاتب تعتقد الكلام هذا ولو اعتقدت هذا الكلام تكون بذلك مشرك في الربوبية ومشرك في الألوهية وكذلك مشرك في الأسماء والصفات لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فليس أحد من المخلوقين يسمع كسمع الله الله بيسمع القريب والبعيد والخافض والعالي والواطي والعالي كله بيسمعه الله سبحانه وتعالى لكن الشيخ دل ما بيسمعه ما بيسمعه البعيد الجماعة بقول لك يا لحق بعيد لا بيسمع والآن نحن إننا تحدي قائم وأنا طالما رددت هذا الكلام في هذه الحلقة لما القيامة حمد المنتصر اللي زيدي أمشي نادي اللي بتناديهم مع الله خلي اللي يضرونا نحن أصله شفتها ولا تكتر الكلام مش إنت دار تثبت إنه العقيدة بتاعت الصوفية إنه الشيخ بينفعوا وإنه الشيخ بيقدروا وبسووا وبسووا نحن دا إنهم يقدروا علينا بس نحن دا بس ما بيقدروا الله قال قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون القبال بجوضة وبكورك داري دافع عن الصوفية ناسك دال اللي نصروا نفسهم اللي دافعوا عن نفسهم إنت إذا كان عندك عقيدة صحيحة أو فهم صحيحة أو عندك حبّد عقول ناسك دال اللي بيقدر يسووا الحاجات اللي بتحتقدها دي اللي دافعوا عن روحهم نحن قاعد نقول غلطانين قاعد نقول على ضلال كلام باطل البرع على ضلال اللي دافع عن نفسه ما بيقدر إنتقى التدافع له يا أخي تفهم لو كان أصلاً بينفع لو كان بيضر لو كان بالحق لو كان بيفزع لو كان بيعمل وبعمل اللي دافع عن روحه اللي يجينا في الحلقة يجينا البرع طاهر من القبر زي ما قال حسن الفاتح قريب الله قال الأولياء بيطلعوا من القبر وبيطلعوا بعد ما يموتوا ينفعوا الناس ويقدوا حواجه الناس نحن دا إنهم يقدوا حاجتهم هم ذاتهم خلي حواجه الناس نحن أستطيع بنقولهم على ضلال اللي يطلعوا دا لين البرع يجينا تست هنا نشوفه بيام بالعمل يطلع من من الزريبة نجي نشوف البرع هنا دا لين المكاشف نشوفه ما بيجوا ما بيجوا الله سبحانه وتعالى قال أخلفتوا خليه يجي الفاتح ذاته اللي يجي الحي خليه المات الحي يجي يا أخي أقول لك كلام خليه اللي يجي الحي لا ينفخني ولا حاجة يجيني ساي الشكل ساي ما بيقدر عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بيقدروا ما عندهم حاجة والله يا راس عارفوا المعلومة دي المخلوقين ضعفة ما عندهم حاجة الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز التوحيد الأخير أختم به توحيد الأسماء والصفات دي عقيدتنا الصوفية عندهم عقيدة باطلة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ينكرون ما وصف الله عز وجل به نفسه من الأسماء والصفات في القرآن وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات في السنة بينكروها الصوفية يزعمون أن الله لا يحب كويس ويزعمون أن الله لا يغضب ولا يرضى عن أحد بينكر كل هذه الصفات ويمكرون أن الله سبحانه وتعالى مستوين على عرشه ويرموننا بالتشبيه بيقول لك الوهابية مشبهة الوهابية مجسمة الوهابية مجسمين كده الكلام اللي بيقوله ده ونحن عقيدتنا أن نقوله لك وما تسمع منه نحن لما نجي نقول لك البرعي قال ما قاد نقول الكلام من رأسنا بنقول لك قال في صفحات كده في كتاب كده إن تجيب واحد من علمائنا قال إن الله بيشبه المخلوق جيب ما بتقدر نعنى كتبنا الحمد لله المعتمدة كلها قائمة على تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين ككتاب الواسطية لشيخ الإسلام المثيمية والحموية كذلك والعقيدة الطحاوية وشرحها لابن العز الحنفي كل كتب بيّنة العقيدة الصحيحة في أسماء الله وصفاته عقيدتنا في الأسماء والصفات أن لله أسماء وصفات لا تماثل أسماء وصفات المخلوقين كما أننا نعتقد أن لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين كويس لأن الصوفي لما نجي ينكر الصفة لما نحن نقول له الله سميع وأن الله بصير دي بيثبتة لأنه على حق التالأشاعر لكن برضو ما بيثبتة إثبات أهل السنة لكن بيثبت لما نجي نقول له أن لله عز وجل يدين لا تشبه أيدي المخلوقين قال الله سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستقبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله أن لليه يدين نحن نقول لله يدين لا تشبه أيدي المخلوقين فإن الله عز وجل ليست كمثل شيء وهو السميع البصير ولا نرد على الله ولا نكذب خبر الله ما بنقول ما عنده نقول عنده لكن زي شنو ليست كمثل شيء وهو السميع البصير الصوفية بقوله ما عنده ما عنده جبت الكلام هذا هوين يقول لك لو قلت عنده معناته بتشبه حقتنا من هو قال لك كده طيب إنت عندك الله فيه ولا ما فيه عنده ذات ولا ما عنده ذات بتشبه ذاتنا ولا ما بتشبه ذاتنا لو قلت عنده ذات ما بتشبه ذاتنا نحن نقول لك عنده يدين لا تشبه يدينا ولو قلت لا الذات ما بتشبه ذاتنا نحن نقول له خلاص أنت كون تثبت ذات لله هذا يعني أنك تثبت التشبيه لله على عقدتك الباطلة لأنهم شوف انه كون تقول يدين ده تشبيه. ونحن نقول لك بنافس الفهم ده نحن عندنا ذوات ولا لا? الذات. انت عندك ذات ولا ما عندك ذات? عندك ذات. طيب كلمة ذات دي مشتركة بين في اللفظة هل فيها مشاركة بين الخالق والمخلوق? في اللفظة بس اللفظة. اللفظة في لله ذات وللمخلوق ذات. طيب انت اثبت ذات للمخلوق لا تشبه ذات الخالق كذلك تثبت يد للخالق لا تشبه ايدي المخلوق والله سبحان وتعالى موصوف بالصفات الحسنى والاسماء الحسنى التي لا تشبه صفات المخلوقين ولا تشبه اسماء المخلوقين فالله سبحانه وتعالى سميع بصير متكلم قادر يحب ويغضب ويرضى ويسخد لكن حبه وغضبه ورضاه وكل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين هذه هي العقيدة الصحيحة الواجب على كل مسلم ان يعتقدها وان يصدقها لانها من باب تصديق كلام الله سبحانه وتعالى الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات هو من باب الاخبار يعني الله اخبرك باشياء يا اما تقول سمعنا سمعنا صدقنا صدقنا يا اما تقول ما مصدق الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا يا اما تقول الله بيجي يوم القيامة لكن كيف الله اعلم يا اما تقول ما بيجي لو قلت ما بيجي تكون كدبتها الله لو قلت يجي بتكون صدقتها لو قلت بيجي زي زي مجيئنة تكون شبهتها لو قلت بيجي مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى تكون ونزهت الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وصدقت الله عز وجل في خبره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأقدم أخونا محمد مايو